مساء الخير مشاهدين مجموعة من الأخبار الاقتصادية والبداية مع العنوين المباشرة بإعادة تأهيل المنشآت المتضررة في المنطقة الصناعية بحرستة في ريف دمشق بعد الاحتياطي الأمريكي وبينك إنجلترا المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس أهلا بكم بكلفتين بلغت 500 مليون ليرة سوريا وبالتزامن مع استمرار عجلة إعادة الإعمار في حمص تم افتتاح مذبح الفروج النصف آلي في المنطقة الصناعية وبطاقة الإنتاجية تبلغ 5000 فروج يوميا وذلك بعد إعادة تأهيله من التخريب الذي تعرض له نتيجة الأعمال الإرهابية مع استمرار إعادة إعمار المصانع والمعامل والمنشآت الصناعية التي دمرت نتيجة الإرهاب افتتح وزير الزراعة مذبح الفروج في المنطقة الصناعية بحمص التابع لمنشآة الدواجن المذبح كان يعمل بطاقة إنتاجية عالية قبل الأزمة وقد كلفت إعادة إعماره 500 مليون ليرة سوريا تتحنا المسلخ النصف آلي التابع للمؤسسة العامل الدواجن في محافظة حمص في المنطقة الصناعية هذا المسلخ الذي كان يعمل بطاقة إنتاجية عالية خلال فترة ما قبل الحرب تأثر تضرر كما تضررت المشآت القطاع العامل أخرى من قبل الإرهابيين لكن بالعزيمة التي أصرت عليها الحكومة ليعادة كافة المشآت المتضررة إلى العمل عاد هذا المسلخ إلى العمل ويعمل حالياً افتتحناه اليوم سيبدأ باستقبال الطيور لزبحة وتجهيزة وسعقة وتخزينة لفترة طويلة بحيث أنه يكون أحد المنشآت التي تساهم في ضبط السوق بسحب كميات خلال فترة زروة الإنتاج ووجود فائد وتخزينه لفترات أخرى لإعادة عرضه بالأسواق المسلخ سيلعب دورهام بضبط السوق حيث سيبدأ باستقبال الطيور وتخزينها لفترة طويلة بالإضافة لسحب كميات الإنتاج وذروة الفائد وتخزينه لإعادة عرضه هذا المدبح تعرض للأعمال التقريبية والسرقة من قبل العصابات الإرهابية بسبب قربه من المناطق الساخنة ودام التوقف تبعه حوالي عشر سنوات في عام 2022 عدنا تأهيل هذا المدبح بكلفة إجمالية 500 مليون ليرة سوري المدبح يحتوي على صلاة صالة لزمح الفروج وتنظيفه وتوضيبه بطاقة دبح 5000 فروج في اليوم كي تتناسب مع غرفة الصعق والتبريد كما يحتوي على غرفة صعق بدرجة حرارة صعق ناقص 30 درجة مئوية بطاقة 3 طون كل 8 ساعات وغرفة لحفظ الفروج بدرجة حرارة ناقص 18 ساعة 50 طون لحم رغم معاناة مربي الدواج من نقص المواد الأساسية والمحروقات إلا أنهم ما زالوا يعملون في ظل تدخل وزارة الزراعة وتقديم ما تستطيع للمربين كند الخضر لقناة سما الفضائية حمص أما في ريف دمشق فقد تم تشكيل لجان جديدة لإدارة المناطق الصناعية والبالغة 23 منطقة منها 13 منطقة محدثة بقرار وعشرة ما تزال بحاجة للتنظيم وقرار إحداث مهمتها اقتراح مشاريع للنهوض بها واستكمال دراسة مشاريع البنى التحتية وتوفير مختلف خدمتها إلى ذلك باتت المنطقة الصناعية في العتيبة جاهزة للاستثمار ويتجاوز عدد المقاسم المخصصة فيها 110 مقاسم وتتوافر فيها كامل البنى التحتية كما تمت المباشرة في إعادة تأهيل وتنميم المنشآت المتضررة نتيجة الإرهاب في المنطقة الصناعية بحرستة والبالغة نحو 100 منشآة صغيرة ومتوسطة وكبيرة من قبل أصحابها في سياق منفصل ارتفع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية إلى أعلى نقطة منذ انطلاقته مع نهاية شهر كانون الثاني وكان لهذا الارتفاع أثر سلبي على المستثمرين من خلال التوجه لتحويل أموالهم إلى عمولات صعبة أو ذهب على حساب الأسهم ويعتزم السوق التوجه نحو تأسيس شركات مساهمة عامة تقوم بالاستثمار في السوق وتدعم الشركات الصغيرة من خلال منافذ تمويلية لتطويرها هذا وارتفعت قيم التداول مع تراجع بسيط بالنسبة لحجم التداول بنسبة 7% خلال الشهر الماضي بعد استبعاد قيمة الصفقات الضخمة ويعود ذلك إلى ارتفاع قيمة الصفقات المنفذة نتيجة ارتفاع قيم الأسهم السوق وفي الأخبار العالمية أفاد الكريملين بأنه يتخذ إجراءات للرد على الحظر الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية مشيرا إلى أن الخطوة ستؤدي إلى مزيد من الخلل في الأسواق العالمية وحول موقف موسكو من الحظر المفروض على المنتجات النفطية الروسية قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن ذلك سيؤدي ذلك بالطبع إلى مزيد من عدم التوازن في أسواق الطاقة العالمية مشيرا إلى أن روسيا تتخذ إجراءات للدفاع عن مصالحها الوطنية من جهتين ثانية أعلن البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بواقع خمسين نقطة أساس ليرتفع بذلك السعر الفائدة من اثنين ونصف بالمئة إلى ثلاثة بالمئة وعلى إثر ذلك انخفض اليورو أمام الدولار فيما يتوقع استمرار رفع السعر الفائدة لاحتواء التضخم المؤسسة النقدية تعتزم المضي قدما في رفع أسعار الفائدة بوتيرة ثابتة لمكافحة التضخم الذي لا يزال مرتفعا جدا في منطقة اليورو لا يزال يتعين على البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بشكل كبير وبوتيرة ثابتة للأصول إلى مستويات تقييدية كافية والبقاء في هذه النقطة طالما كان ذلك ضروريا علينا خفض التضخم وسنحقق هذا الهدف قال رئيس الرزراء الباكستاني شهباز شريف أن الصندوق النقد الدولي يسبب وقتا عصيبا لبلاده فيما يتعلق باستئناف تمويل معلق ضمن خطة إنقاذ بقيمة 6 مليارات و 500 مليون دولار في وقت يواجه فيه اقتصاد الدولة وضعا لا يمكن تصوره بحسب وصفه وتزور بعثة الصندوق باكستان لمناقشة تدابير ضبط الأوضاع المالية التي تحتاجها المؤسسة من البلاد لإصدار المراجعة التاسعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد والذي يهدف إلى مساعدة البلدان التي تواجه أزمات في ميزان المدفوعات أخبار الاقتصاد انتهت شكرا لطيب المتابعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة